لو حضراتكم قررتوا ما تدخلوش فيلم بلاك ادم فمش حيفوتكم غير حكتين بس اولا بوست كريدت سين حقيقي جامد جدا وثانيا فرصة لمشاهدة اكبر تشكيلة من الشخصيات اللي عاملين كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو بلاك ادم وبلاك ادم هو الفيلم الحداشر ما بين افلام عالم دي سي الممتد والفيلم الوحيد من هذا العالم اللي بيتعرض السنة دي اه كان عندنا فيلم تاني من دي سي اتعرض في بداية السنة وهو فيلم ده باتمان بس احداثه ما بتضرش في نفس الكون وبالنسبة لافلام السوبر هيروز والكوميك بوك بشكل عام فالفيلم ده يعتبر الرابع السنة دي لان عندنا من مارفل افلام دكتور سترينج ان ده مالتي فيرس اوف مادنس وفيلم ثور لاف ان تاندر وممكن نحسب ده باتمان بما اننا بنتكلم بشكل عام دلوقتي ممكن يكون الخامس لو حسبنا معاه موربيوس لو حبين يعني والفيلم القابل الاخير لان فضلنا فيلم واحد في الاجندة السنة دي داخل عالم السوبر هيروز والكوميك بوكس وهو فيلم واكان ده فوريفر اللي حيتعرض في نوفمبر فبناعا عليه بشكل عام بالنسبة لافلام السوبر هيروز والكوميك بوكس والحاجات دي سنة مش جامدة مش عارف انتو ايه رأيكم بس انا شايفها سنة مش جامدة عموما بالنسبة الفيلم بلاك ادم فالاحداث بتركز على شخصية بلاك ادم اللي يعتبر ليه علاقة بشكل او باخر او امتداد لشخصية شازام واللي شفناها في فيلم داخل عالم دي سي الممتد بالفعل والاحداث بتاعتنا بتركز عليه قبل ما يبقى اسمه بلاك ادم من ساعة لما كان اسمه تاث ادم وهو التشامبيون او بطل او حامي مدينة كاندك وكان في حالة سبات او في حالة غياب بقاله خمس تلاف سنة ولكنه بيرجع في الزمن المعاصر ليه محاربة عدد من المرتزقة سيطروا على المدينة بتاعته اسمهم انتر جانج ويه بينهبوا الموارد بتاعتها بشكل مستمر ولكن الطرق بتاعته ما بتنطبقش قوي على الابطال الخارقين لانه بيقتل ولانه عنيف ولانه دموي والطرق بتاعته ديت بتجذب اهتمام امان دا والر خصوصا وان القوى بتاعته قوى شديدة جدا هو يعتبر بطل بقوى خارقة استثنائية جدا لانه بيمتدها من نفس المصدر بتاع القوى بتاعت شازام اللي هو المجلس بتاع الصحراء دا وبناءا عليه امان دا والر بتستدعي فريق الجاستي السوسايتي للقبض عليه والتحكم فيه قوى فيا ترى ايه اللي حيحصل حاسس اننا بعد الفترة الطويلة قوي دي مع افلام السوبر هيروز وافلام الكوميك بوكس بقينا متمرنين كويس على كيفية استقبال كل فيلم بشكل منفصل لان كل فيلم ليه توقعات معينة ساعات التوقعات بتبقى مرتفعة ساعات بتبقى متوسطة ساعات بتبقى منخفضة واتصور ان من العدل اننا نبني انطباعاتنا بناءا على حجم التوقعات دي يا اما الفيلم بيقابلها يا اما الفيلم بيتخطاها يا اما الفيلم للأسف بيحبطنا وبيبقى أقل منها فبالنسبة لفيلم بلاك ادم بالتحديد انا توقعاتي عاوز اقول متوسطة لمنخفضة ما كانش عندي أمال كبيرة فيه داخل عالم دي سيل ممتد بقى فيه اعتماد في الفترة الأخيرة على الأفلام المرحة الأفلام المسلية مش شرط تكون ملحمية قوي مش شرط الدراما اللي فيها تكون متضخمة قوي مش شرط يكون فيها أحداث كتير تصدم المشاهد أو تفاجئه ومش شرط يكون الأبطال اللي فيها أبطال من الأسماء الكبيرة بتكلم على الأبطال الخارقين نفسهم مش الممثلين وإن كان ده ينطبق على الممثلين كذلك فلما سمعت عن فيلم لبلاك آدم قريت شوية عن الشخصية عرفت إن اللي حيجسدها دوين جونسون أو دراك حطيت توقعاتي في المكان ده والصراحة أنا مش ضد السياسة لأنها نكحت تجاريا وبالفعل قدمت لنا أفلام كتير مسلية على رأسهم شازام فيلم سووسايد سكواد الأخير أكوامان الفيلم الأول ووندر وومن يمكن الحاجة الوحيدة اللي بتتعرض مع السياسة دي هو قرار دي سي بإنهم ما يعرضوش فيلم بات جيرل واللي كان المفروض إنهم حيطارت بشكل مباشر على خدمة HBO Max وقالوا أو كان من ضمن اللي تقال إنهم عايزين يركزوا أكتر على المشاريع الكبيرة أنا بصراحة مشترتش قوي الموضوع ده وبناء عليه توقعاتي فضلت في مكانها ولما شفت الفيلم لقيت إن الفيلم قابلني في نفس المكان ده أغلب توقعاتي كانت في محلها وعلى الجانب الإيجابي في حاجة أو اتنين تخطوا توقعاتي وعلى الجانب السلبي فيه 3 أو 4 حاجات كانوا أقلب كتير من توقعاتي الفيلم كان مسلي وكان ممتع ما حستش بأي زهق وأنا بتفرج عليه الحدوتة بتاعتنا كان فيها قدر مقبول جدا من التعائدات اللي ممكن تخلينا ما نقدرش نتوقع إيه اللي حيحصل بنسبة 100% طبعا ما وصلناش للمستوى بتاع الالتواءات والطبقات النفسية والكلام الكبير ده بس فعلا وأنا بتفرج ما بقيتش عارف هي الحدوتة هتمشي في أني اتجاه شخصيتنا الرئيسية شخصية بلاك آدم أو تاث آدم فيها قدر معقول من التعائدات تخلي كل الشخصيات اللي حواليه مش عارفين هما المفروض يكونوا في صفه ولا ضده وللمفاجأة وعلى الرغم من إن فريق الممثلين المساعدين ما فيهوش أسماء ملفتة بالنسبة لي ولكن أكثر من شخصية كانت مطيرة جدا للاهتمام مش من ضمنها شخصية الشرير بكل تأكيد وعلى مستوى المشاكل والأمور السلبية فكتير منها أنا دخل متوقعه من البداية شوية فجوات في التفاصيل إحنا الحقيقة عندنا عدد من الفجوات طلعت لها شوية تفاصيل مش متأخر قوي يا جماعة إننا نتكلم عن مدى المبلغة في الخيال في الأفلام اللي زي دي ما تفهمونيش غلط أنا لسه شايفها مشاكل بكل تأكيد ولكنها أصبحت مشاكل متفق عليها كنا زمان بنحترم الخيال وبنقول طالما أرسيت القواعد فاتحرك جواها زي ما انت عاوز وبعدين بدأنا نقول خلاص مش لازم تقدم كل فكرة خيالية وتشرح منشأها المهم بس ما تبلغش قوي في استخدامها وبالتحديد لو حتستخدمها في أمور مفتحية أساسية وبعدين الموضوع بقى صباح السبهللة فبقنا بنقول تمام اعمل اللي انت عاوزه المهم بس في النهاية تقدم لي شوية مكافأات إحنا كمشاهدين ونقاط بقنا أغلب من الغلب يا جماعة فحنسيب كل الأفلام والمسلسلات اللي احنا بنتفرج عليها دي وحنيجي نمسك في بلاك قدم الغلبان الكسل اللي يدايق بجد في الفيلم ده هو الكسل بتاع مشاهد الأكشن والاستخدام بتاع المؤثرات هو الحقيقة مش قادر أقول ان في مشاهد أكشن قوي أصل مشاهد الأكشن بتفاصيلها المفروض يكون فيها اشتباكات مطولة شوية يكون فيها مطاردات الفيلم ده كله مؤثرات في مؤثرات لا أعتقد ان الممثلين شارقوا قوي في المشاهد دي اعتماد كبير على الانفجارات الكبيرة والنطاق الواسع للضمار ودي مدرسة أنا شخصيا على مستوى التذوق ما بحبهاش كمان التفاصيل البصرية لطريقة استعراض القوة بتاعت بعض الشخصيات كانت مستعارة جدا كانت نيلسن أو دكتور فيت أغلب اللي عملوا كان شبه الحاجات اللي بيعملها دكتور سترينج حقيقي فيه تقارب كبير ما بين الشخصيتين ويمكن دكتور فيت يكون هو الشخصية الأقدم والأصل أنا حقيقي معرفش ولكننا شفنا دكتور سترينج على الشاشة أولا نفس الموضوع ينطبق على آتوم سماشر لأن كتير من استعراض قوته داخل الفيلم بصريا ضروري حيفكرنا بأنت مان برضو ما عرفش على مستوى الأصالة ولكن أعرف كويس أنا شفت مين على الشاشة أولا واللي يهمني في الموضوع دوت إنك تحاول تكتهد في إنك تقدم شيء جديد لكن اللي أنا شفته داخل الفيلم هي نسخ أبسط بقول أبسط مش أرخص أو أسوأ لأنها الحقيقة على مستوى الجودة مش وحشة ممسكتش تطبيقات بصرية ممكن تخليني أدايق أو أتفصل وأنا بتفرج حاجة تانية برضو ما كانتش حلوة خالص في تجربة مشاهدة الفيلم هي استدعاء التريلرز في مشاهد ظهرت في التريلرز مش موجودة في الفيلم وده يؤكد إن فيه تعديلات وتصلحات فضلت تتطبق في الفيلم لغاية فترة قريبة ده بالإضافة لإن فيه واحدة من التريلرز حرقة حاجة مهمة جدا في الفيلم لو كنت دخلت الفيلم وأنا مش عارفها كانت ممكن تفاجئني شوية قرب نهاية الفيلم وكانت حتعلي من قيمة القصة الحاجة الأخيرة اللي دايقتني هي الشرير بتاع الفيلم وبالأخص الشكل اللي ظهر بيه قرب النهاية حاجة كده المفروض إنها معمولة عشان تخوفنا وتزود التهديد عندنا لكن الحقيقة هي كانت شكلي دحك جملة وتفصيلا اللي عجبني بشكل استثنائي وأقدر أقول إن هو تخطى توقعاتي زي ما قلت هي تشكيلة الشخصيات بطلنا بلاك آدم بنقعد فعلا لفترة طويلة جدا مش عارفين إحنا موقعنا منه إيه وأداء دوين جونسون في النقطة دي بالتحديد كان موافق جدا جمود عام طبعا مفيش حد في الدنيا يقدر يجسده أحسن منه شوية تواصل إنساني على خفيف بيوضح لك إنه ليه جانب ممكن تتعاطف معاه شكل آخر قاسي ودموي وعنيف جدا ممكن فعلا يخوفك منه وإيجادة من القصة في إن أي توضيح يتأخر لأبعد نقطة ممكنة فريق الجاستس سوسايتي جيد جدا بشكل فاجئني دكتور فيت اللي جسده بيرس بروزنان أنا كنت متخيل إنه هو موجود بس عشان يبقى عندنا شخصية نعرف اسمها وما يبقاش دوين جونسون لوحده ولكنه في الحقيقة شخصية مثيرة للاهتمام جدا ومهمة جدا داخل الأحداث وحضور بيرس بروزنان كان من عناصر الجذب بشكل عام الحاجة الأخيرة اللي عجبتني بشكل استثنائي هي طريق التناول الفيلم لعناصر التواصل مع عالم دي سي الممتد سواء داخل الأحداث نفسها أو في مشهد ما بعد تتر النهاية حاجة كده بتطرح إمكانيات واسعة لإن شخصيات أخرى تظهر مع الشخصية دي وده طبعا بيوسع في احتمالات إن احنا نشوف في المستقبل حاجات حلوة ممكن تتفادى الأخطاء اللي احنا شفناها ممكن تبقى أفضل بشكل ملحوظ استقبالكم لفيلم بلاك آدم متوقف على توقعاتكم لو ما كانتش توقعاتكم منخفضة جدا فأنا معرفش بصراحة إيه اللي ممكن يعجبكم في الفيلم الشيء اللي رايحني بس هو إني اتطمنت إن خطط دي سي مش ضد المشاريع المسلية المرحة اللي مش لازم تكون بأسماء أبطال كبيرة أنا عاجبني إن أنا نبتدي من النقطة دي ولكن نتحرك شوية ناحية حاجة أكثر جديا سواء بقى التقديم كان جيد كان سيء المهم إن بقى عندنا عدد كبير من الأسماء والشخصيات والممثلين على الترابيزة إذن فحتى وإحنا أمام فيلم مش حلوة قوي ولكن المستقبل ممكن يكون كويس جدا تقييمي لفيلم بلاك آدم هو ستة ونص من عشرة وقوعه تمشوا قبل ما يظهر مشهد ما بعد تتر النهاية هو بيجي في نص التتر تقريبا وهو أهم حاجة في الفيلم كله أساسا ومفيش مشهد آخر في النهاية يعني بعده على طول ممكن تمشوا منقشة الحلقة إيه هي السنة اللي كان فيها أفضل تشكيلة وأفضل أفلام من أفلام الأبطال الخارقين أو الكوميك بوكس ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وإنستجرام وبي باي